بالأطماع والغايات ذاتها وإن اختلفت الطرق واللافتات تمد إيران أذرعها اليوم كما في الأمس وتتصاعد المخاوف من أن تطول تلك الأياد فيصعب قطعها ويصبح الطارئ أمرا واقعا طبيعيا ما بين الأحواز بالأمس والعراق وسوريا واليمن ولبنان اليوم خيوط مشروع ينسج على مهل على وقع تعدد الرايات والبنادق المرهونة بقرار المرشد الإيراني فقبل نحو مائة عام سيطرت القوات الإيرانية على الأحواز وضمتها لها أمام أعين العالم أجمع وما أشبه اليوم بالأمس وإن اختلفت التسميات وبدأ سيناريو الأحواز بعيدا لكنه قريب في الأقل بعقائد الميليشيات التابعة لإيران وهي تسيطر على أربع عواصم عربية بغداد ودمشق على رأسها موقع ناشنال انتريست الأمريكي قال إن جميع أنشطة إيران الخبيثة تستمد قوتها من الثروة النفطية التي يرتكز 80% منها في الأحواز حيث تصرف هذه الأموال على بناء منظومات ميليشياوية كبيرة كما في العراق والسوريا واليمن مؤكدا أن دول العالم صمتت على احتلال إيران تلك المنطقة غير أنها لو تحركت لم تمكنت طهران من رعاية الإرهاب الذي تتورط فيه اليوم الموقع يضيف أن الولايات المتحدة تبدو حائرة بطريقة الرد على الاستفزاز الإيراني المتزايد وذلك يتجلى بالتلويح بالحرب تارة وبالدعوة للمفاوضات تارة أخرى وحتى مع العقوبات فإن المسؤولين الإيرانيين يستولون على ما يكفي من النفط لتمويل ومواصلة دعمهم لحملات التمرد والإرهاب خطورة المد الإيراني يتمثل بتغول ميليشياتها في مفاصل الدولة كما في العراق وسعيها لبناء نموذج من الحرس الثوري يدين بالولاء للمرشد الإيراني ويلغي مفهوم الدولة خصوصا أنه يمتلك المال والسلاح والأفراد وهو اليوم يتصدر الحكومة ويسير على وفق استراتيجية إيرانية تعمد لتغيير الهوية والديمغرافيا للبلدان التي تقع بقبضتها بأياد وأدوات محلية يوما بعد آخر يتطور النفوذ الإيراني المعتمد أساسا على مبدأ الفوضى واللا دولة ما يمهد لسيطرة أكبر يكون فيها الاحتلال علنيا خصوصا مع وجود شخصيات ترى ولاءها لخامنئي مقدما على كل شيء فما دام خامنئي يمتلك جنودا كميليشيات الحجر في العراق والحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان أمام خصوم حائرين هم ومن يحاول أن يحركهم فإن احتمال الانتكاسة غير منظور قريبا بدون موقف جدي يلتزم سياسة واضحة